خلوا بالكو بلد انتوا صحاب البلد قووا تسمعوا للناس دي تلكم بارح هم 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 ما جدش عليهم حد أما نسمع كلام الرئيس النهاردة لا لا والله لو ما عندنا جيش ما كان فينا ما في بلد موجودة والناس يقولوا اه انا كده ايوه انا كده وهفضل كده ايوه بدعم الرئيس وانا عدعم مين يعني على فكرة رئيسنا ما كنتش عارفه ومدير مخابرات حربية ومعرفتوش لبعد تلاتين ستة على فكرة يعني نهائي كنتش عارفه قبل كده كان يشرفني ان عارفه في ايه يا جماعة انا عارف لتعمل عارف عمل ايه عارف ان ده مرة احنا كنا رايحينه كلنا مش انا كلنا احنا نتكلم في ايه هو يجي النهاردة اسمع اللغة اللي طلعة دي خطر خطر انا ميجي حد وعلى فكرة الكلام اللي لما انا باطرح هذا السؤال وانا كان عندي الكلام الجرء ان انا اطرح السؤال ده والشجاعة ان انا اطرح السؤال ده ان انا اخد رأيوكو واتكلم معاكو زي ما انتو شايفيني كده لان انا ما عنديش حاجة اخاف عليها غير بلدي وجيشي عشان تبقوا عارفين يعني بلدي وجيشي بلدي يعني الشعب يعني اللي هو حضراتكو يعني احنا في معساة تطلع اصوات بيه اطلع يا سيدي ما ده عايش كسبان والتاني جواز بتاعه جاهز والتاني السفارة بتاعته جاهزة يروح لها تأوي وتسفره في طائراتها والتاني ياخد لجوء في ثانية ويروح للسفارات انت مش هتلاقي مكان اصلا حضرتك كنت في الارض وفي الغيط وراجع وطلع على البحر وطلع على الترعة وقعد على المصطبة وقعد في الدوار مش هتلاقي حضرتك حد ولا هتلاقي اخواني ولا غير الاخوانة هيقتلك الاخواني اللي قاعد معك دلوقتي هيقتلك هيبيعك هو النهاردة بيعمل كشوف بمين معاه ومين مش معاه خلي بالك خلي بالك من المتهم هو فاكر نفسه راجع هو مش راجع انا بقولك مش راجع بس احنا عندنا الغلط وعندنا العيب انه ما زالوا على قيد الحياة لان احنا محترمين احنا دولة بتحترم القانون احنا ودولة بلطاجية زي اردوغان كان كل الاخوان النهاردة في السجون كلهم ما فيش واحد بشتغل في مؤسسة في البلد ما مجرب اردوغان عمل كده لكن احنا دولة قانون ودولة عارفين ربنا وبراع ربنا قبل مناخد خطوة بالراع ربنا هو ده ده الفرق بيننا وبينهم الفرق بين الشعب المصر العظيم والمنتمين لعصابة الارهاب المنتمين لعصابة الارهاب طول الوقت بيضمر فيك وطول الوقت بيجتمك وبيحرض عليك لكن انت مؤدب انت بتعملش زيه الو ناخد الصلاة سيد سعيد مساء الخير تفضل الو سلام عليكم الو